جسيس طبعا يعني احنا ممكن نتكلم عن تأثيرات الخطيئة وعن نتائجها سواء بالخليقة التي تقن بالإنسان في الألم اللي عم بصير في الحروب في الدمار في الهلاك بالفساد يعني ممكن نحكي عن تأثيرات كثيرة لكن أنا عاوز العلاج وكيف ممكن أحصل عليه ونأخذ بعض المكالمات أعتقد يمكن من أشهر الآيات اللي بتتكلم عن العلاج اللي هو يحنى 3 وبنشوف يحنى 3 بيبدأ من عدد 14 وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن النسان لكي لا يأهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأنه هكذا أحب الله العالم على فكرة أنا هاخد كلمة أحب الله العالم وأبدأ شوية من البداية خالص أحب الله العالم فخلق العالم الله أحب الإنسان الله ما خلقش الإنسان عشان يبقى عدوجه الله خلق الإنسان لأنه أحب جل الزاتي في بني آدم فهنا بيقول لما الإنسان فسد بالخطية ودخل الموت إلى العالم بالخطية بيقول سبب مجيء المسيح إيه؟ برضو محبة الله للعالم اللي خلقته خلق خلا كمان يعمله خليقة جديدة تاني بالفداء بالمسيح لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك يبقى هنا السبب من مجيء المسيح وموته على الصليب لكي لا يهلك يبقى هنا فيه خطية في آدم في آدم الأول يموت الجميع في آدم الأخير في المسيح سيحيى الجميع من خلال عمل المسيح الكفاري على الصليب لأن المسيح خد مكاني وخد مكان كل خاطئ لكي لا يهلك كل ما نيوم بيه بل تكون له الحياة الأبدية لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم يبقى هنا وجود المسيح عشان يديني الحل لخطية آدم الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد وهدية دينونة أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة فهنا بنشوف الكلام ده أن أول حاجة نقدر نتكلم فيها عن الفداء وعن الكفارة مجيء المسيح وموتوا على الصليب عشان يخلص العالم